طيب خليني أتخمص دور حد أوفرثينكر أو عنده تفكير وهي تقريباً ما فيش خالص طيب ما هتتخمص دور حد كده تقريباً هي مريحة نفسها والله بكسر أفكر الله في الحاجات المؤترة دي ما هي احنا عارفين التواطر نتيجته وهو لو حيبتدي أعمل تدريبات النفس أعتقد أن واحد من الأسئلة اللي حتقق ده يرفمه خوء وأثناء العد زي ما حارك بتقول من واحد لخمسة ماذا لو النفس توقف؟ ماذا لو قعدت الغيطة عند الغيطة عشرة؟ ماذا لو؟ صح الإجابة المثالية عن الناس اللي يفكروا كده هي التجربة إنك هو عملتها ونفسك هتوقفش يعني دايماً الناس اللي عندهم أسئلة لا نهائية وأسئلة افتراضية بنقول لهم حطوا أفكاركم جربوها هتنفع ولا مش حتحصل ولا مش حتحصل فأنا خايف نفسي يتوقف مش يقول لأ لا هو ما توقفش لأنه فعلاً ما بيتوقفش يعني الحاجة الثانية مع التكرار هو بيبتدي كشخص بيحس التأثير بيقدر يملك زمام أمره يا دكتور هي قصة كلها أعتقد قائمة في إن الواحد يقدر يملك زمام نفسه وهو عشان هو يتحكم في جسمه مش متحكم مية في المية فهو بيعاني فأنا عشان أدينه المهارة في التحكم لازم نعمل حاجة اسمها تجربة سلوكية تجربة سلوكية إن احنا نضع نختبر أفكارنا اللي بتخوفنا دي على أرض الواقع هل فعلاً لو كتم تنفسي ما بيرجعش؟ الله أعلم أنا حتى كطبيب بنا عارف إنه هيرجعين نقول له الله أعلم نجرب مع بعض وهجرب أنا على نفسي قبليك وبالطريقة دي هو في حدود المقبول وفي حدود عدم الإيضاء طبعاً طبعاً بالضبط يا فأنا